اشتركوا في القناة صباحكم ساعة انا جاي اليوم من دوب عن معالي امين عمان لرعاية هذا البازار يعني عم بشوف منتجات يعني ذات جودة عالية عم بشوف منتجات يعني فنية دقيقة بتعبر عن مدى اهتمام المرأة الاردنية في العمل اليدوي والعمل الفني ويعني هذا اه شيء احنا بنفتخر في بلدنا انه المرأة الاردنية يعني اقتحمت هذا المجال مبادرة طراثنا حضارتنا شاركنا كتير بمعارض وكنا نطلع يعني باغراء بمنتجاتنا ونحضر كتير يعني بازارات ونشارك فيها فقلنا بجمع هالسيدات ومنتجاتهم المنزلية والمحلية الهدف منها اطلاق المنتج المنزلي المدفون داخل المنزل فحبنا انه كل شيء داخل المنزل يعني يطلع برا وانا كمان يعني نظرا لوجود بعض الشركات هاي دعمونا بالاعلان هذا الاساس فهي المبادرة اصلا في الشغل اليدوي والمتجات المحلية داخل المنزل احنا مركز تدريبي بنحب انه بناتنا يعرضوا انتاجهم هاي مش المرة الاولى اللي بنشارك فيها معارض شاركنا بعدة معارض كبيرة يعني بتكون بندرب احنا القش المكرومية الحرفية اليدوية كاملة يعني الاكسسورات صناعة الصابون تشكيل الشمع يعني عنا نشاطات كتير الحمد لله وين ما في معارض نحب انه احنا نوجه طالباتنا او بناتنا عليها هذه منتجات طبيعية مصنعة من زيوت طبيعية في عنا بروضاكت للتفتيح في عنا برضه بروضاكت للتجاعيد في بروضاكت تشد البشرة لانها بتزيد المصلتون تبعت البشرة وفي بروضاكت لتساقط الشعار وتكثيف الرموش وتطوير انواع الفلاتر اللي موجودة مع الان شو مميزة؟ من احدث تقنيات العالم فضل من الله تحت ظل الرأي الهاشمية الانفتاح في دولتنا المملكة الاردنية الهاشمية على العالم احضرنا تقنية فيزيائية ماغنتيك تكنولوجي ووتر وهذه التقنية التمتاز انها صديقة للبيئة وتعمل على ثلاث محاور محور صحي للجسم ومحور صحي ايضا اثناء الاستحمال للبشرة تعالج اكثر من ستة وثلاثين في المئة من العراض المرضية الجلدية وعند شروبها تزيل الارهاق وهي التمتاز انها لا يوجد فيها اي نسبة هدر للمياه ولا تحتاج ايضا الى اي مصريف سيانة مستقبلا ولا تحتاج الى كهرباء احنا مشاركين الفكرة جديدة اللي هي عبارة عن الخشبيات كابسط مثال احنا فكرتنا اي ديزاين بتصممه على الكمبيوتر وبتعمله برينت عن طريق ماكنة CNC المشاركين حاليا بالساعات فيه تقريبا 12 موديل المشاركين فيهم هدول اكتر ريش المطلوبين بالسوق المحلي وبالسوق العالمي وحاليا كمان فيه ابقم معوذات وفيه تفصيل اسماء كمان وفيه شغلات كثير وفيه خرائط مثلا خرائط الوردن خرائط فلسكنين شغلات كثير بنحاول نعمل بنحاول نعمل تحديث للتراث القديمة على اساس الاجيال الجديدة اللي ما بتعرف وتتعرف عليه في طريقة جديدة وتحبه ومتل ما كانوا اجدادنا يحبوه بنعمل اطعم من اجود انواع الخيوط من افضل انواع الخشب على اساس بالنهاية نحصل على تحفة فنية واطعم رتبة في انتاج كل يدوي كامل متكامل موسيقى 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 موسيقى